من المشاكل اللي بيعاني منها المواطن مشكلة الانترنت يعني ساعتك لو بتشوفني على التلفزيون يبقى انت كده محظوظ لكن لو بتشوفنا على النت على اليوتيوب على مواقع التواصل الاجتماعي اكيد محتاج يكون معاك باقة قوية تدفع فلوس تمام وإلا هتلاقي الصورة بتقف والفيديو ما بيقفش وبعد يوم او يومين بينتهي رصيدك ده وضع الانترنت في بلدنا البلاد كلها بتتقدم لقدام وإحنا وقفين محلك سر قولك حكومة الكترونية هنعمل دراسة عن بعد عملنا الامتحانات سيستم امتحانات والسيستم وقع عملنا الدراسة سيستم والسيستم مجاش حولنا كتب الجامعة لنظام الكتروني الطلبة ما عارفوش يخشه تروح النهاردة تسحب حوالة من البنك يقولك مفيش نت تقبض معاشك من البسطة يقولك مفيش نت تروح تتصور عشان تعمل بطاقة يقولك ما عندناش انترنت تروح تنزل كتاب أو تحضر محاضرة اونلاين يقولك مفيش انترنت درجة ان الحكومة قررت تحط سيستم الامتحانات ده على جنب وقالك ده مشروع فاشل احنا مش بتوع انترنت خلينا نرجع تاني للامتحان الورقي بعد سنتين كانت سنوات كبيسة في عهد الراحل الدكتور طارق شاوي ودي حاجة ما يختلفش عليها اتنين زي ما بيقوله ومن نهاردة وزير الاتصالات بيقول ان احنا دفعنا اتنين مليار دولار لرفع كفاءة الانترنت اتنين مليار دولار لو ما ساكت لقال الحزب بتاعت حضرتك كده وده رابط الدولار النهاردة باربعين جنيه يبقى سيادته بيقول ابن احنا دفعنا تمانين مليار جنيه مصري خلال السنتين اللي فات ومن بداية كورونا لحد النهاردة يعني بنتكلم عن حوالي سنتين ونص لرفع كفاءة الانترنت لو زي ما بيقوله حضراتكو كده احنا لغينا نظام التعليم الالكتروني ونغينا حاجات كتير في الدولة كانت بتعتمد على ما يسمى بالدولة الالكترونية لان ما عندناش انترنت النهاردة حسب كلام الحكومة سيد وزير الاتصالات نفسه اللي دفع اه تمانين مليار جنيه مصري اتنين مليار جنيه اتنين مليار دولار عندنا اكتر من خامسة وسبعين في المية من القرى اللي موجودة في الصعيد والدلتا ما فيهاش انترنت اصلا والمواطن اللي معاه موبايل بيتخرب بيته عشان يفتح باقة انترنت لكن الانترنت السابت الهوائي الارضي ده مش موجود واصبح في يعني من الرابع المستحيلات في بعض الاماكن فترتبنا العالمي بعد التمانين مليار جنيه بتاع السيادة الوزير قال لك خيبة في الموبايل والنت الارضي افضل ترتبنا حسب كلام بعض المواقع المتخصصة احنا بنحتل تراجعنا بعد الفلوس اللي دفعها سيادة الوزير بقينا في المركز الواحد وتسعين على مستوى العالم ده من اصل كام؟ من اصل مية واحد واربعين دولة لو انت يعني ايه في التلتين اللي تحت او في التلت الاخير اما في الانترنت الارضي ده طبعا كان في الانترنت المحمول في الانترنت الارضي بنحتل المركز رقم 84 ما بين 182 دولة دينا عشرات الدول قبلنا منهم مثلا بيتسوانا دولة افريقية كده قبلنا هتلاقي مثلا الكيان الصيوني قبلنا هتلاقي الاردن قبلنا عمان قبلنا فلسطين المحتلة قبلنا ده رغم كلام الحكومة اللي بتقول دفعنا اتنين مليار جنيه فلسطين بتحتل المركز 73 واحنا المركز 91 عمان 71 الاردن 74 بتسوانا بتحتل المركز 82 احنا فين؟ لا احنا في 91 وصرفنا 80 مليار جنيه مصري وقال لك كمان ده احنا الاول على افريقيا افريقيا مين يا عم؟ ده ممكن التصريح بتاع ساعتك ده لو عملته فيديو 3 دقايق محدش هيعرف يشوفه لان الانترنت مش شغال مصيبة السودة نحن دولة محورية مركزية في عملية الانترنت بيعدي من عندنا اكتر من 17% من الكابلات البحرية احنا مركز الانترنت في العالم و 17% من الانترنت اللي بيعدي ما بين افريقيا ما بين اوروبا ما بين اسيا ما بين القارات كله بيعدي من عندنا من البلد من المية الاقليمية بتاعتنا او المية المحلية بتاعتنا لكن بسبب ضعف الشبكة عدم وجود شبكة تستطيع التعامل مع الانترنت النهاردة الانترنت بتتكلم في انترنت سريع 5G ومش عارف احنا لسه 3G و4G بالعافية يعني والانترنت بيقطع ساعة وبييجي ساعة ولو اتفرقت على فيديو يقولك عفوا قد نفز رصيدكم والمواطن لحد النهاردة لسه بيجي نص الشهر يقوله البقى بتاعتك انتهت او رصيدك من النت انتهى اسمع كده كلام السيد وزير الاتصالات مع كل هذا الفشل 75% من قرى الصعيد وبحري مفهمش انترنت سيادتو بيقول هنصدر خدمات رقمية لدول العالم نتابع تجهيز هذه القدرات والمهارات ليس فقط لبناء مشروعات التحول الرقمي داخل مصر وانما ايضا لكي تتوسع مصر في التعهيد وتصدير خدمات رقمية من مصر قبل شهر فقط شهدنا اتفاقيات مع 29 شركة عالمية لتوسيع او تأسيس 35 مركز تعهيد 34 الف فرصة عمل من نصر تصدر خدمات رقمية الى مختلفتها العالم تجهيز هذه القدرات ده كان كلام سيادة الوزير انا فاكر كان فيه فيديو مشهور سيد وزير رئيس مجلس الوزراء في اجتماع ايام كورونا مع بعض رؤساء الوزراء في بعض الاماكن والانترنت قطع في مبنى رئاسة مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء طلع طلع ليه؟ لان الانترنت في بلد مش شغال احنا واحدة من اضعف او من اسوأ خدمات الانترنت اللي موجود في المنطقة زي ما بقول لحضرتك فلسطين جنبنا اسبق مننا الاردن اسبق مننا الكيان الصهيوني اسبق مننا بيتسوانا اسبق مننا وعشرات الدول مش هتكلم بقى على قطر ولا الامارات ولا الكويت ولا السعودية ولا ليبيا لا ده انا بتكلم عن الدول القريبة انا بيني وبين فلسطين فاركة كعب بيني وبين الاردن فاركة كعب بيني وبين الكيان الصهيوني سلك شايك ورغم كده هم متقدمين عننا عشرات المستويات وعشرات المراكز مش نقتنع بقى ونحاول نعدل من نفسنا لا ده احنا بنروج ان احنا الاول على مستوى القارة الافريقية قالك مصر تحصد جائزة اسرع انترنت تسابت في قارة افريقيا وموجة سخرية تسود المنصات انا دورت لقيت فعلا ان احنا اسرع انترنت تسابت اللي هو بتاع التليفون الارضي على مستوى افريقيا لكن تيجي تبص على الخدمة اللي بيتلقاها المواطن لا مفيش الكلام ده وانا اسرع انترنت تسابت في مكتب سيادة المحافظ ممكن في مكتب معالي الوزير يجوز في مكتب رئيس مجلس الوزراء اللي الانترنت تقطع عنده جايز في مكتب السيسي ماشي لكن في مدارس الطلبة اللي ما بيجيش السيستم عشان يمتحنوا لا مش موجود الكلام ده في البنوك عشان تروح تقبط حواله لا ما عندناش الكلام ده طب في البسطة طب في السجل المدني طب في ادارة المرور لا ما فيش الكلام ده المركز الاول على مستوى افريقيا والجايزة اللي خدوها دي معرفش جابوها ازاي ويمكن حتى كلام المواطنين وقتها بيقول ان احنا فعلا فيه فرق ما بين كلام المسؤولين والواقع على الارض شادي بيقول جيت اخش على خبر حصول مصر على جايزة اسرع انترنت تسابت في افريقيا عام اتنين وعشرين الخبر ما فتحش والصورة ما تحملتش بسبب ضعف الانترنت اما خالد بيقول مصر خدت جايزة اسرع انترنت تسابت في افريقيا وبالمناسبة دي احب اقول ان الانترنت عندي فاصل النهاردة طول اليوم ودي المرة الرابعة الشهر ده النهاردة لسه يوم عشرة وبتكلم مع الفني والناس السبب في العطلة قالولي روح اشتكين اما معتز فبيقول اكيد يقصد اسرع انترنت بيخلص في البلد قوم كمان المصيبة السوداء من شوية كنا الترتيب رقم واحد وتسعين ده السنة اللي فاتت في فبراير ده بعد ما دفعنا بقى الاتنين مليار دولار او التمانين مليار جنيه مصري تراجعت مصر واصبحت رقم تسعة وتسعين عالميا في متوسط سرعة الانترنت الارضي والكلام ده كان في فبراير اللي فات احنا الفلوس دي دفعناها ليه طالما احنا بنرجع احنا الجايزة دي خدناها ليه طالما المواطن مش عارف حتى يفتح الخبر احنا الاحتفال اللي احنا بنحتفل به ليه طالما الانترنت بيقطع وتتصل على خدمة العملة يقولك معلش شغل الروتر وقفله او رسر الروتر دي كلمة معروفة كده في مصر ما حدش بيقولها غيرنا تحرك برلماني البرلمان ايضا بيسأل الحكومة الفلوس دي راحت فين طالما عندنا تدني في خدمات الانترنت ومطالب برافع كفاءة البنية التحتية ده كان كلام الدكتور ايمان محسب لما واجه وزير الاتصالات قبل كام يوم اللي كان رايح مجلس النواب عشان يحتفل معاهم بالانجاز فقال له طب تعالا بقى خد على دماغك احنا اسوأ خدمة عندنا اه ضعف في اه البنية التحتية عندنا تدني في خدمات الانترنت عندنا سرق عين عينك بتحصل من الشركات لسيامة الشركة الحكومية اللي هي شركة او المصرية للاتصالات عندنا اسوأ خدمة عملة موجودة في البلد او المصرية للاتصالات ضمن اسوأ مؤديمي خدمة الانترنت المنزلي في البلد. لما تبقى شركة الحكومة الاسوأ والشركة اللي تابعة الوزارة اللي بيكلمنا عنها سيادة الوزير اللي دفع اتنين مليار دولار هي الاسوأ والمواطن بيسيب شركة البلد وشركة الحكومة عشان يرتبط بالشركات الخاصة مع ارتفاع الاسعار ده يقول ان احنا عندنا مشكلة يقول ان الحكومة بتجدب علينا بتجدب على المواطن. مهار ده انت ابنك لو عايز تراجع او لو موجود في واحدة من المحافظات وابنك عايز يتابع درس او يشوف محاضرة او 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 فيديو عشان الامتحانات محتاج تشحن له بمية جنيه او مية وخمسين جنيه عشان يشوف فيديو واحد. ساعتك النهار ده لو عايز تجيب المجموع او نتيجة السنائل العامة محتاج تقعد قدام الموقع بالخمس ست ساعات عشان ترفع فيديو او ترفع ترفع مقطع اليوتيوب محتاج تقعد قدامه ساعتين وإلا تدفع كل حاجة بالفلوس الميجات بقى الميجا بايت اللي هي بالفلوس بتاعة الشركات الخاصة دي هتدفعها. لكن الانترنت الطبيعي اللي المفروض يتوفر في المواطن. انا اعرف دول ازا ركبت المترو بتلاقي انترنت مجانا. في المواعف العامة انترنت مجانا. في الحدايق. في الميادين. في الميكروباص. في المستشفيات. في الجامعات. في المدارس انترنت مجانا. واحنا عندنا مدارس آآ ما فيهاش اصلا كمبيوتر. والله العظيم. في مدارس موجودة في الصعيد. موجودة في بعض محافظات الدلتا. في محافظات القناة. والله ما فيها كمبيوتر. لان الكمبيوتر بتاع المدارس بتاع الحاسب الالي. واللي بيقعد يفتح ويقفلوا قدام الطلبة عشان يشوفوا الكمبيوتر بيتفتح ازاي. اترنت غير محدود في مصر. حملة متواصلة ودعم من فنانين. وعرب بيطلبوا بتحسين خدمة الانترنت المقدمة للمواطن المصري. الناس لما ضاء بيهم الحال وفاض بيهم الكل. قرروا مش هيدفعوا مش هيدددوا الباقة. وهنرجع بقى تاني لعصر ما قبل الانترنت. واسم مش هنجدد باقة النت مطالب مستمرة بإلغاء باقات الانترنت المحدودة في مصر. عايز اقول لك احنا واحدة من حوالي سبعة وعشرين دولة فقط على مستوى العالم ما زالت بتعمل موضوع الانترنت المحدودة. لو انت ايه? بتديك شوية انترنت. ويوم ما تخلصهم ما ليكش حاجة عندي تاني. وتدفع من جديد اللي هو الباقة المحدودة اللي هو كأنك ايه? بتاخد شوية في كيس. يوم ما تخلص شوية بتوعك. اقعد على جنب بقى استنى الشهر الجاي او ادفع باقة تانية او ادفع بالفايز بالمطوع عشان تكمل وتعيش كمواطن طبيعي. المواطن الطبيعي النهاردة عنده انترنت. المواطن الطبيعي بيقدر يتواصل مع او يخش على مواقع التواصل. يقدر يعمل سيرش على الانترنت. يقدر يعمل آآ مكالمات دولية بالانترنت. يبعت ايميل يستقبل ايميل يتفرج على فيديو. ده بقت ابسط حالات المواطن الطبيعي في العالم واللي مش موجودة مع الاسب في في بلدنا. لجنة الاتصالات في النواب كانت بتناقش سوق وبطء خدمة الانترنت في البلد. ده ايضا قبل كم يوم. وبعد الاتنين مليار دولار بتوع الحكومة لجنة الانتصالات آآ بطلب من النائب احمد البورولوسي بشأن سوق خدمات الانترنت. وقال كده البورولوسي ان محافظة دميات الاسوأ من حيث خدمات الانترنت في الجمهورية. نسيب البورولوسي اللي بيقول دميات اسوأ. نروح نلاقي النائب بتاع كفر الشيخ اللي هو النائب محمد علي اسماعيل قالك لا استنوا. ده كفر الشيخ هي الاسوأ. مواطنون في كفر الشيخ بيستغيسوا من سوق خدمة الانترنت. اما النائب عمر نائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة قال ان ما فيش مدارس مدارس السعيد كلها بلا انترنت او مدارس سهاج. كان فيه خناقة تحت قبة البرلمان في وجود السيد اه وزير الاتصالات. الخناقة دي مش مين افضل محافظة. خناقة على مين اسوأ محافظة في الانترنت. البورولوسي قالك دميات والنائب آآ آآ مصطفى سالم قالك لا ده سهاج هي الاسوأ. والنائب محمد علي قالك ابدا آآ 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 يمين بعظيم كفر الشيخ هي الاسوأ تقوم تتدخل على طول النائبة فاطمة سليم وتقولك استنى عندك انت هو ده باني سويف هي الاسوأ. لم يعد رفاهية طلب يحاطه بشأن مشكلات الانترنت في باني سويف ده كان النائبة آآ آآ فاطمة سليم. قوم كمان لا الجماعة بتوع اسيط ما يسكتوش. دخلت ايضا النائبة صفاء جابر عيادة وقالت لا والله ده الانترنت في الصعيد هو الاسوأ وفي اسيط هو الاسوأ. احنا بقى عايز اسأل السيد الوزير اللي كان رايح لهم بالخيبة التقيلة ورايح لهم بكشف حساب مختوم من سيادته ومعاليه اجمال الانفاق اتنين مليار جنيه مصري. اي اتنين مليار دولار عشان محمد ما يزعلش. او تمانين مليار جنيه مصري. مختومة كده من سيد الوزير. سادة النواب بيتخانق قدامه. طيعة اسيط بيقول احنا اسوأ بتاع بني سويد بيقول لا احنا. دمياط بيقول لا سيبكوا ده احنا الاسوأ. سهاج كفر الشيخ. لو لفت لفة كده على كل المحافظات هتلاقي الحال من بعضه. تحس ان فلوس الحكومة دي والله فلوس حرام. طرفش. بتصرف فين? وبتعمل ايه? والنتيجة ايه? واحنا عندنا سوق في الخدمة. بطء في السرعة. نفاز في الباقة. متى ستحل مشكلة الانترنت في البلد. سوق في الخدمة. بطء في السرعة. نفاز في الباقة. اللي تأدب من بعض اه السادة اللي شغالين في خدمة العملة. نصبه سرقة وضحكه وبلطجة من الشركات اللي بتقدم الخدمة. وعدم تغطية لعموم الجمهورية. زي ما قلت لحضراتكم خمسة وسبعين من قرى البلد. ما فهمش انترنت. بس سيبك انت. المهم ان احنا اخدنا الجايزة اياها. ودفعنا الكام مليار اياها. ممكن تكون الجايزة دي. او الكم مليار دول تمن الجايزة. انا كده ممكن اصدقك. انت بتقول لي خدت جايزة. يبقى انت اكيد اشتريتها بالكم مليار اللي انت دفعتهم. او انت بتصرف فيه مكان ما. المكان ما ده حاب يكرامك فدالك الجايزة. ومش مهم الناس اه اه تتفرج او تتابع. مش هقدر في نهاية المقطع اقول لك شوفوا على الانترنت. ما لأسف. كان نفسي اقول لك شوف المقطع. ممكن تشوف اول جزء على حسب الباقة بتاعتك. خش كده على يوتيوب قناة الشرق. لو معك باقة يعني او الانترنت بتاعك اه يسعفك. وتشوف اول اه جزء كده من كل مقطع عشان ما تخلص الباقة بتاعتك.